بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا راجع مع بعض الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيتي وصحبيه وأزواجيه والتابعين ومن تبع سنته بإحسن إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضرتكم في فيديو جديد من محاضرات تبسيط العلوم بنتكلم النهاردة على موضوع الحقيقة موضوع جديد وموضوع شيق أنا أشارت له في الفيديو السابق وهو المسارات أو الطرق أو الآليات يعني سموها زي ما تسموها المهم المسارات أو الآليات اللي بتحصل بها عملية الميتابوليزم الكربوليزم حقيقة الميتابوليزم دي ممكن تبقى خادعة شوية احنا هنا بنتكلم على الكاتابوليزم تحدينا اللي هو نوع من أنواع الميتابوليزم الميتابوليزم الايد بيشمل بناء وبيشمل هدم احنا هنا بنتكلم على الهدم أو التكسير الكربوهايدريت وليه طبعا هم في اللي هم العشرة اللي قدامنا دول الأشهر يعني عشان كده قلنا الميجور لأن فيه ماينور فيه فيه أنواع تانية لكن احنا مش هنخش في التفاصيل يعني كلا كلمنا عن الجليكول سيزيك كلمنا عن والسيزيك أسيد سايكل وكلمنا عن الجلوكو لليس هنتكلم بقى يعني الحقيقة ما تكلمناش على الجلوكو جينيسيز ولا الجلايكو جينيسيز ولا الجلايكو جينوليسيز ولا البنتوز فوسفيت باثوي ده للفيديو القادم ان شاء الله بإذن الله ودي الحقيقة من الدورات المهمة أو بيسموها البنتوز شنط ليه تسميات كثيرة يعني اليورونيك أسيد باثوي والجلاكتوز ميتابوليزم والفركتوز ميتابوليزم والأمينو شوغر اند مايكو بول ساكرايد ميتابوليزم دي كلها أنواع من أنواع سواء الجلايكوجين أو الفركتوز أو الجلاكتوز إلى آخره دي كلها أنواع من أنواع الكربوهيدريت اللي بتعتبر مادة عضوية لوجود سلسلة كبيرة من سلاسل الكربون موجودة فيها بنبقى مركب غاني بالطاقة معاقد معاقد لأنه سلسلة طويلة من الكربون ونغني بالطاقة لأن ما بين كل زارتين كربون بيكون في ربطة كيميائية هي دي اللي بتكون غانية بالطاقة وبالتالي للحصول على الطاقة بنحتاج نكسر الربطة ما بين الاثنين كربون فبنحصل على الطاقة في سورة ETB بسورة مباشرة أو الناد بي إتش إلى آخره وده اللي احنا حنشوفه إن شاء الله بناخد نبزة مصغرة خالص عن كل نوع من الأنواع دي فبنتكلمنا عن الجلايكولاسيز وليها مسميات كثيرة مثلا اللي هي الامبديون مير هوف طفوي ده اسم العالم اللي كان شاف الخطوات بتاعتها ده الخلاصة بتاعتها يعبار عن اكسيديشن للجلوكوز يعني أكسادة للجلوكوز وتكسير اللي بيتحول لبايروفيت أو اللاكتير طبعا إذا كان أيروبيك ولا أنا أيروبيك روزبايريشا التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي نحن هنا مش بناخد حاجات تفصيلية مجرد بنفذي نبذة بسيطة عن العنوان يعني أو بيسموها الكريبس سايكل أو الترايكربوكسيليك أسيد سايكل اللي هي مسميات كثيرة دي بتبقى عبارة عن استكمال الجزء بتاعت الجلايكولاسيز اللي هو التحلل السكري اللي هو أكسادة الأسيطاية الكوئية اللي بتنديها وطبعا هي انتهى بايروفيت بيتحول بعد كده الأسيطاية الكوئية اللي هو بيتحول بعد كده لساني أسيد الكربون وكده بنكون كسرنا كل الروابط ما بين الكربوهيدريت وحصلنا على الطق ودي بتكون عبارة عن الكريبس سايكل دي بنقول ان هي يعني البطوي النهائي والمشترك لتكسير أو للكاتابوليزم أو لهدم أو لأكساد الكربوهيدريت والفاتس الدهون والأمين وأسد الأحماض الأمينية من خلال استيطاية الكوئية لأن كلهم حيتقابلوا في الاستيطاية الكوئية ممكن يختلفوا في الخطوات الأوانية لكن حيتقابلوا في خطوة الاستيطاية الكوئية وبالتالي حتكمل الدورة على هذا الأساس رقم ثلاثة بنلاقي عندنا الجلوكو نيوجينيسيس ده بقى هنا عبارة عن تصنيع تصنيع خلاص تصنيع مين الجلوكوز يعني عكس الجلوكوليسيس أيوة من زي الأمين وأسد والجلسل إلى آخره وهنا طبعا هنا الشرط اللي هي يعني مش مصدر من الكربوهيدريت لا مصدر آخر زي الأمين وأسد وزي الجلسلو إلى آخر هذه المركبات الرقم أربعة جلايكو جينيسيسيز دي اللي هي فورميشن برضو جلايكو جينيسيز دي اللي هي فورميشن أوف جلايكو جين فروم جلوكوز يبقى حنكون برضو هنا بنكون مين بنكون الجلايكو جين من الجلوكوز طب ما احنا قلنا في الاول خالص ان هي تكسير وهدم وكتابوليزم ايوة لما هناخد الدورات دي هنعرف انها بعد التكوين في بعضها بقى بيرجع بيتكسر مرة تانية للحصول على الطاقة عشان كده انا قلت ما كتبتش كتابوليزم انا قلت ميتابوليزم يعني عملية ايضة ان بعضها في عمليات بناء وفي بعضها عمليات هدم زي ما احنا شايفين الهادم ده عشان نحصل على طاقة البناء يبقى احنا بنخزن طاقة يبقى ناخدها بقى قعدة كده بناء يعني هنبني حاجة مركبة معناها بنضيف زرات على بعضها بنربطها مع بعض وده بيستلزم ان يكون ايه بنخزن طاقة زي ما بيحصل هنا كده نشوف الخطوة رقم خمسة رقم خمسة اللي هو تحلل اللي هو جزء الاخير اللي هي تحليل او تكسير يعني عكس رقم اربعة ايوة زي ما احنا شوفنا كده بنبني من الجلوكوس ونرجع بنهتمه تاني طبعا مش احنا يعني ده دي خطوات ودي العمليات اللي بتحصل داخل الكائن الحي وبرضه حبيت اوضح ملقا على التعليق من احد المتابعين يعني انه هو طبعا دخل بقى في موضوع التحليل منطقي ومش منطقي طبعا احنا هنا مش بنبسط يا جماعة الخير انا بقول لكم دايما بنبسط الامور مش بنعقدها يعني ما بنعوش بقى ندور طب هو العملية بتحصل واحنا بنفسرها واللي هي احنا بتحصل طبعا بناء لتفسرنا وهل لا تفسير منطقي ولا لا انا مغرد ناقل للعلوم لست بعالم لست بعالم انا بنقل العلوم اللي موجودة في الكتب والمراجع المتفقة لها علميا ودي اللي بتتم تدرسها لو حد بقى اعلم مني ممكن طبعا هو يقدر يضيف ويمنطق ويرفض النظريات انا لا استطيع هذا الامر لاني لست بعالم انا ناقل علم فقط يعني وبحاول اوسط العلوم لابناء الطلاب ان شاء الله فبالتالي هنا بتتكلم على اللي بيحصل احنا ده تفسيرنا احنا احنا شايفينه بنفسره بالشكل ده ده فهمنا للعلوم كده هل ممكن يكون في حاجة تانية اه طبعا كل يوم بيحصل تطوير والعلماء ولستوا منهم ده ممكن هما بقى اللي بيحطوا هذه النظريات والتفسيرات يعني وممكن تثبت صحتها وممكن بعد سنوات كثيرة بيثبت انهم خطأ وان في حاجة تانية ممكن نشفه منها وعلم الانسان ما لهم يكون يعني بنتكلم على رقم ستة اللي هو هيكسوس مونوفوسفيت شنط كلمة شنط يعني سايكل او دايرة او مصار او تحويلة او تفريعة سميها زي ما تسميها او بنسيليها اسماء الاخرى زي البنتوس فوسفيل باثوي ودي اللي حيكون الفيديو القادم ان شاء الله او بيسموه الديروكت اوكسيديت الباثوي اللي هو التكسير المباشر او الاكسادة المباشرة ده بيبقى عبارة عن alternative to glycolysis يعني بديل للمصار بتاع التكسير والجلوكوز للحصول على الطاقة طب ما هي الجلوكولوسيز موجودة حنشوف ليه وعشان ايه ده في الفيديو القادم للاكسيديشن بتاع الجلوكوز وده على طول بيتكسر او بيتأكسد الى كربون دايكوسايد وووتر وميا ده اللي هو اللي احنا شفناه قبل كده ده ليست هنشوفها في الفيديو القادم لكن الجلوكولوسيز ده هنشوفناها في فيديوهات سابقة ان شاء الله رقم السابعة اللي هو اليورونيك اسد باثوي ده عبارة عن ان الجلوكوز بيتحول لجلوكورونيك اسد وبينتوز اندي انسام انيمالز وبعض الحيوانات واسكوربك اسد خلاص بس النقط اللي كاتب هنا ايه نقط انمان مش موجود ده في الانسان الجزء الاخير اللي هو الاسكوربك اسد ده مش ده اللي موجود في الانسان بنجي بعدها بنتكلم على رقم تمانية جلوكوز ميتابوليزم وطبعا بنقول هنا ميتابوليزمها يبقى عملية الباثوي ده خاصة بعملية الكونفرشن ليعملية التحول من 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 الجلوكوز الى جلوكوز and the synthesis of lactose وبيصنع مين اللاكتوز نحن هنا مورد بناخد التعريف فقط او نفذة غيره عن العنوان الى ان يأتي الراديو بتاعها تفصيليا ربنا يحيينا ويدينا ويديكم العمر يا رب رقم معرفية رقم 9 الول فركتوز ميتابوليزم ده عبارة عن اوكسيديشن او اكسادة او تكسير للفركتوز عشان يدينا مين يدينا البيروفيت تمام and the relation between وعلى العلاقة بيفصر العلاقة ما بين الفركتوز وجلوكوز ميتابوليزم هل في علاقة اه طبعا بيتحول البعض اه برضو عايز اوضح ان انا مش عايز احط لكم صورة حقيقة انا مش بتاتخضيت يعني اللي هي عمية الميتابوليزم والانتر اكشن والانتر كونفيرجن ما بين المركبات اللي هو في بايو بقى اللي بناس اللي بتاخد بايو بتشرح البايو الكيمية الحيوية يعني تداخلات عجيب هو الانسان كائن معقد ومركب يعني يعني عشان كده برضو التعليقات لما حد بيقول مسألة دها هي مش بالبساطة دي انا عارف واللهي الامور متداخلة بعضها وما فيش ما فيش دايرة في الجسم او او حاجة بتحصل لوحدها يعني اه اذا تدعى عضو اه تدعى له يعني لو فيش تكى عضو من الاعضاء زي ما رسوله السلام قال تدعى له باقول ايه باقول باقول الجسد بالصهر والحمى الحكاية كلها مربطة ببعضها يعني الواحد لو اه صبعه بيوجعه ممكن اه تحصل له حمى طب في دماغه فوق طب ايه طب ايه العلاقة يعني اه وهكذا لو واحد بيش عارف في حتة في جسمه بتوجعه يسمع في حتة تانية هو الجسم كله ومعقده والانسان ما وصلش الجزء يسيد جدا من اللي بيحصل داخل الكائن حي مش بس الانسان حتى النباته والحيوان رقم عشرة اخيرا اللي هي امينو شوجر اند مايكو بولي ساكرايد ميتابوليزم دا عبارة عن تصنيع وتخليق دا حنقول تصنيع 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 الامينو شوجرز السكريات اللامينية اللي فيها مجموعة الامين and the other sugars والسكريات الاخرى تمام عشان نكون من for the formation of myocopolisaccharides and glycoproteins glycoproteins بكلمة glycoproteins يعني سكر بروتينات سكرية يعني بروتين ومع سكر سكرية يعني يبقى اكد احنا بنشوف عشر مسارات شفناهم اللي هم دول اختصارا مجمعينهم هنا يبقى اللي هم ورقم ستة دي بتاع الفيديو القادم ان شاء الله اللي هو الحكسوس منوفسفية شانت أو سايكل اللي هي البنتوسفر شانت نمنا سبع اليولونيك أسد باثوي والجلاكتوز ميتابوليزم فراكتوز ميتابوليزم عمينو شوجر اند نيوكو بولي ساكرايد ميتابوليزم دول العشر مسارات الاشهر عشان كده قلنا الميجور لان في حاجات تانية لكن دول اللي هم الاكثر تأثيرا وليهم تأثير كبير لكن فيه طبعا حتى وشيء سوء بسيط لكن بيحصل في جسم الانسان او الحيوان فلازم ان احنا بيبقى ليه اهميته يعني نيجي بعد كده بنكون خلصنا التعريف بالعشر مسارات كتمهيد للفيديو القادم الخاص بالبنتوسفر شانت وزي ما بنقول دايما يعني بندعي ربنا يعني ان كنت اصابت فمن الله وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فوارغو المعذرة من الجميع فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا تجعل في هذا العم لياء ولا سمع امين 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 وارغو المعذرة مرة تانية وبستقبل تعليقاتكم بصدر رحب تماما يعني اشكر اللي بيدعي وربنا ولكم بالمثل وزيادة واستسمح اذا كان الفيديو او الفيديوهات بتاعتي لا تروق للبعض او ما بيستفدش منها اوي فانا بعتزم منهم وارغو ان ربنا يوفقهم في التوصل الى خلوات اخرى فيها فيديوهات وشرحات افضل وابسط وايصر او اكثر تفصيلا يعني ازم هم بيرغبوا يعني لكن طبعا ارضاء الناس وايا لا تدرك فيعني الى ان نلتقي في فيديو قادم اترككم في رعاية الله وامانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته